إذ أحمدت قوات السورية الديمقراطية هجوما بسيارة مفخخة شنه تنظيم داعش على مواقعها في حي هشام بن عبد الملك جنوب شرق الرقة واصفر الانفجار عن أضرار مادية بممتلكات المدنيين وذكرت مصادر ميداني أن العشرات من المدنيين قتلوا وأصيبوا بجروح في الرقة بحي الدرعية جراء زجهم من قبل داعش في ممرات مزروعة بالألغام وتطوق قوات سوريا الديمقراطية حاليا داعش في الرقة من ثلاثة محاور في هذه المنطقة التي سابق أن كانت هناك فيها معارك بين الطرفين تستمر الاشتباكات بكل حدتها في جهة الشرقية من مدينة الرقة في كل من حي الروضة وداخل أحياء مدينة الرقة القديمة بعد اتجياز قوات سوريا الديمقراطية لسوري المدينة القديمة حيث تشهد جبهة معارك عنيفة تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة أما في الجبهة الغربية فقد تمكنت قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم من السيطرة على أغلب حي الدرعية باستثناء وجود بعض الجيوب لداعش تنتشر ضمن الحي حسب ما أفاد به قياديون ميدانيون في هذه الجبهة مع استمرار قوات سوريا الديمقراطية في عملية تفتيش كاملة للحي أما في الجبهة الجنوبية فعملية تحرير القرى الواقعة في الضفة الغربية أي جنوبية الرقة مستمرة آخرها كان بتحرير قرية العكرشي تنظيم داعش يقام ضمن الأحياء بشراسة مستخدما شتى الوسائل للحد من تقدم قوات سوريا الديمقراطية بعد انهيار التنظيم في بعض الأحياء الأخرى نتيجة لما يتعرض له يوميا من خسائر كبيرة على أيدي قوات سوريا الديمقراطية إلا أن إصرار مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية والغارات المكثفة للتحالف الدولي ساعدوا بشكل فاعل في تقدم هذه القوات على حساب داعش وفي ذات السياق أعلن متحدث عسكري أمريكي أن مستشارين عسكريين أمريكيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في شمال سوريا وقال الكولينول راين ديلون إن معظم هؤلاء جنود ينتمون إلى القوات الخاصة ويؤدون مهمة مشورة ومواكبة لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين يتصدون للمتشددين ولفت إلى أنهم لا يقاتلون في شكل مباشر بل ينسقون خصوصا الضربات الجوية لكنهم أقرب من مناطق القتال مما كانت عليه القوات الأمريكية التي دعمت العملية العسكرية العراقية في الموصل موسيقى